في محاولة من الاحتلال على ما يبدو لتعويض تراجع حدة العمليات فترة وجيزة، أجبر عليها لتجميل قبح عدوانه عبر منح الفرق الطبية الفرصة لتقديم التطعيمات اللازمة لأطفال غزة، صعاد من غاراته وقصفه على مناطق متفرقة بالقطاع. ليلة دامية أسفرت عن استشاد وإصابة العشرات من المدنيين، استهدفت خلالها طائرة الاحتلال مدرسة حليمة السعودية التي تؤوي نزحين في جباليا بزعم استهداف مجمع قيادة وسيطرة تابع لحركة حماس. كان يستخدم سابقاً كمدرسة شمالية القطاع وتستغلها للتخطيط وتنفيذ عمليات ضد قواته. إلا أنها في حقيقة الأمر لم تحوي سوى مدنيين بينهم أطفال حولتهم قذائفه لأشلاء. ومن جباليا إلى بيت لهيا، تلك المدينة التي شهدت قصفاً عنيفاً، استهدف منازل في محيط مسجد القسام. أصفر عن استشهاد وإصابة العشرات ضمن محاولته المستمرة لتحقيق سيناريو الإبادة. وفي وسط القطاع استهدف الاحتلال منازل المدنيين ومحيط شركة الكهرباء بمخيمي النصيرات والمغازي. وبالتوجه جنوباً نحو مدينتي خانيونس ورفح الفلسطينية، إذ شنت قوات الاحتلال غارات مكثفة على مناطق متفرقة بهما، كما تمركزت في منطقتين عربية والحشاشين وصولاً إلى تل السلطان برفح. بينما استهدفت مدفعيته ما تبقى من منازل في هذه المناطق. المنازل في خانيونس أيضاً لم تنجو من تلك الغارات، حيث قصف الاحتلال إحداها في منطقة قاع القرين جنوبية المدينة، والتي تدخل ضمن نطاق الهدنة الجارية، لا سيماً وأنها تحتوي على مقرات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال. إسرائيل وقادتها لا يزالون يواصلون مخططهم الشيطاني لمحوي قطاع غزة والقضاء عليه وعلى قضيته في وقت تسابق فيه الزمن قبل اترارها للرضوخ إلى قبول أي صفقة مستقبلية لإنهاء تلك الحرب.